السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 17 تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية صباح يوم الغد الاثنين لغاية الساعة الثمانية وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 11 و13 دقيقة يعني من ظهر اليوم الأحد بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معنات وتأثيراته علينا جميعا خلال هذا اليوم أنه نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكار وأفعال وأقوالنا أكثر من المعتاد بيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيعة لها تأثير تقريب السبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة وهي زاوية تقاول زلبية بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 22 و44 دقيقة فجرا بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية برضو بتزيد من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغرابة في تصرفاتنا برضو بتجعلنا نقطة في أحكامنا وبصير في نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميل المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتوعكات قلبية أو تشنجات عضلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض شجاعة لازم لمواجهة مشاكلهم فبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاول سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة الضغوط أو الالتزامات أو الأحمال فممكن تعرضنا للحوادث لأنه ما منحسن التحكم بتصرفاتنا ولا بتحركاتنا ولا التحكم في أفكارنا حتى ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 2 و 6 دقائق عصرا بتوقيت جرانيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رواسنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هذا اليوم أيضا لا يوصى بجراء العمليات الجراحية لأن القمر في مراحل الاكتمال إلا إذا كانت اضطرارية طبعا وأيضا هذا اليوم هو آخر يوم يصلح للحجامة مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن حتى الجراحة جيد لا بأس فيه إلا إذا بتأجلوها لليوم الغد بكون أفضل ولكن أيضا اليوم مناسب إلى هذا الأمر لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة وأيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في الجوزة زي ما ذكرنا الانتقار رح يكون يوم الغد ولكن خلو المسار رح يبدأ الساعة 4 و 8 دقائق صباحا من صباح الغد الاثنين بتوقيت جرانيتش وبينتهي الساعة 48 و 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم الآن الساعة 43 و 47 دقيقة بعد العصر منبدأ باليوم السبعتاش نسبة الإضاءة 94% نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيدة بنسبة 15% الآن ساعة العصر سعيدة بنسبة 45% القمر في الجوزة حتى يوم 18-11 سعيدة الآن بنسبة 10% ساعة الظهر منتحس بنسبة 25% ساعة العصر سعيد بنسبة 5% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري بيتراجع في الجوزة بلغاية يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل اليوم بتنشطوه في السفر والاتصالات وبطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات أهم شيء في بعضكم رح يهتم بمسائل تتعلق بالسيارات أو بالتليفونات أو الإلكترونيات تحديدا برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم اليوم عالية جداً ولكن أهم شيء رح تهتموا فيه اليوم اللي هو الضبط ميزانيتكم بدك تتجنب النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية ولكن بدك تتجنب نزوات التسوق وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات وممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة وفي فرص لمكاسب مالية ابتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباة دعم أشياء من هذا القبيل برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء اليوم أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بما أن القمر صار واصل عندكم ابتلمسوا انفراجوا بترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ وممكن تواجه الواقع بمنطق وعزيمة وتتلقى جواب كنت بتنتظره وفي هاي الفترة بتتوضح لك كثير من الأمور وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب إذن اليوم بناء للتعب منكم ضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم وبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات وخذ قسط من الراحة ممكن تعيش لحظات فيها نوع من أنواع الصعوبة فبدك تكون مرن وضابط لعصابك وحاذر الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد بتنشطه اجتماعياً وبتلتق الأصدقاء وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف حاول إنك تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل من أحدهم استشير أهل الإختصاص ابتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد أو داعم لقضيتك أهميش إنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أحدهم ودع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بدوا يستعد بشكل جيد ورغم إنها هاي فترة حافلة بالنشاطات والاتصالات على أنواعها والتنقلات على أنواعها ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر لانشغلات الإدارية وحاذروا من المتاعب الصحية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو من مأزق أو من شيء بأرقك أهم شيء إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع وشارك في كل النشاطات وبهدر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل أو العاطفة وهذه فترة بتظل صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وبتعيش لحظات صعبة ومحرجة وممكن تعاكسك الظروف أو تظهر بعض المعاكسات الكبيرة وتعتبر من أصعب أيام الشهر أهم شيء إنك ما تخال في القوانين وما تكون ساخر برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق تبغوا لصحتكم وحاذروا من التراجع الصحي وباكروا لعملكم وترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك بالنسبة لمواليد برج الجدي وطبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا خلال هذا اليوم وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش في نوع من أنواع السعادة أو الفرحة أو النجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك أو ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك أهم شيء إنك ما تنسى رد الجميل برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتنهمك وبيمور إلها صلع بالبيت والعائلة خلال هذا اليوم حاول أنك تخصص وقت من وقتك للعائلة والأشعونك الخاصة لا تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو ممكن أعطاء المنزلية تطلب منك إما إنفاق أو حتى صحة أحد أفراد العائلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر